السلام عليكم لدي كوسة مغسولة منيح وحافرته بشكل وسط يعني ما تكون قشرة الكوسة رقيقة ولا كثير سميكة وبكون هذا الكوسة حجمه صغير دائما من ناقل الكوسة الصغير لأكلة شيخ المحشي متل ما شايفين هلأ عندي بشان تحضير الحشوة بحط بالطوايا معلقة سمن كبيرة بشان نحمس اللحمة هاي عندي اللحمة انا راح نزلها فوق السمنة وخليها تتشوح مع السمن لحمة ممكن لحم خروف او عجل بحركة بشكل منيح حتى تختلط مع السمنة وبحط لها ملح وفلفل حسب الرغبة طبعا يعني الكمية للملح وحوالي نص معلقة فلفل بحركة وممكن اللي بحبي يضف لها مكسرات مثل سنو بار او غيره هون انا كمان راح هتطلع بقدونس حوالي معلقتين او ثلاث معالق بقدونس مفروم ناعم مستود هلأ عندنا اللحمة نحضرها بشان حشو الكوسة بعد ما بردت شوي اللحمة راح ااخد كل حبة كوسة وحشيها متل ما شايفين وهون انا عندي اللحمة كميتة لكل كيلوين كوسة بحتاج نصف كيلو لحمة ناعمة يعني انا عندي هون ثلاثة كيلو كوسة اخدوا معي حوالي ثلاثة ارباع كاسة ثلاثة ارباع كيلو من اللحمة ناعمة وهون عندي من اللب هدول الاطعم خليطه مشان سد فيها الطرف العلوي من الكوسة حتى ما تطلع اللحمة اثناء القلي وبكمل هيك باقي القطاع متل ما شايفين عم بحشية وبخلي بالاخير قسم لانه حط فيها سدة بقطعة اللب لب الكوسة بعد ما بخلص الكمية كلها بخلصها حشي بروحها مرحلة القلي حاطة زيت بالطواية بحط فيها قطاع الكوسة المحشية متل ما شايفين بصفها بالطواية حتى اقليها وبحرك قطاع الكوسة لحتى يعطيني لون دهبي متل ما شايفين هوني لون هيك حلو ودهبي دهبي خفيف وبتابع بتقليب بقية قطاع الكوسة وكل قطاع بتصير معاي برفعها هلأ بروح على تحضير الصلصة لأكلتنا عندي توم مهروس كمية يعني اربعة او خمس فصوص من التوم مهروس وكمان عندي انا راح اضف له الطحينة او الطحينية في بلدان بيقول له الطحينية او حوالي نص قاسة من الطحينة وعندي دبس الرمان وحوالي ثلاث معالق من دبس الرمان هي لانه نحن اكلتنا انا هي شخ المحشي معمولة بالطحينة الاساسي هو الطحينة ودبس الرمان ورح حط معلقة كبيرة من اللبن او معلقتين صغار يعني لتخفيف شوي من التقلة الطحينة لانه الطحينة تقيلة شوي فاللبن بيعطيها هيك تراوي وبحرك هالمقادير كلها مع بعضها تجانس كلها مع بعض بحط لانه نعنع يابس بيعطيناك هكتير طيبة بيطبق مع الدبس الرمان والطحينة وعندي ماء بحط لها شي كاستين مي بحط لها الصلصة وبتابع بالتحريك عتت اندمج المقادير كلها مع بعضها هاي صارت الصلصة عندي جاهزة وطبع ما انسى حط لها ملح بحط لها ملح شي حوالي معلقة قريبا صغيرة وكت هالصلصة كلها فوق المحشي اللي انا وضعته بالطنجرة صفيت الكوسات كلهم بالطنجرة وحطيت الصلصة فوق وبحطه على نار اول الشي بطريقة بس توصل لما الحرت الغلي متل ما شايفين عبتغلي بغطيها وبحطها على نار بهدي شوي النار عليها هلأ هوني قرب بيستوي عندهم كما شايفين ضير لون الصلصة وتركزت وصارت ريحتها كتير حلوة وبتشحي هلأ بعد ما استوات طلعته وصفيته من هالشكل بصحن التقديم وبيتقدم جنب هالأكلة رز أبيض وممكن نقدم صوص عبارة عن لبن وتوم مهروس وهي صارت أكلتنا جاهزة أكلة كتير طيبة ولذيذة ومشهورة عنا كتير بسوريا بتمنى انه تجربوها ومتل ما شايفين هلأ عم بقطع انا قطعت الكوسة كله بقلبها لحمة وهو سبب تسميته شيخ المحشي لأنه غير عن أنواع المحاشي بتنحشب اللحم أما باقي المحاشي بتنحشب الرز وقليل من اللحم فهو أكلة معتبرة وأكلة فخمة بتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجابكم وإذا عجبكم الفيديو وعجبتكم هالأكلة لا تنسوا تحطونا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات وإلى اللقاء